الرب بيقدم رشدة علاج لكل اللي احنا بنعاني منه خلينا أقول بس هو ده أصحاح بنحب نسميه أصحاح اللقات السبعة لا سبع مرات فكلمة لا تخاف مرة لا تخافوا مرتين ثلاث مرات لا تخاف وبعدين لا تهتموا مذكورة مرتين وبعدين لا تطلبوا مذكورة مرة ولا تقلقوا مذكورة مرة الرب بيقول ثلاث مرات ما تخافوش ومرة بيقول مرتين بيقول لا تهتموا ومرة بيقول لا تطلبوا ما تطلبه الأمم ومرة بيقول ما تقلقوش حتى القلق يا رب ما تقلقوش هو المرة الخامسة بالمفرد لا تخاف اتقالت فيه عدد 33 أو 32 لا تخاف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد صر أن يعطيكم تخافين على إيه؟ أيها القطيع الصغير ده قطيع وصغير وقطيع من الحملان والرب أرسلهم وسط الزئاب تخيل حضرتك زئب واحد يدخل وسط قطيع من الحملان يهيج الحملان ويخاف لا لا الرب ما قالش كده قال المؤمن في هذا العالم عامل زي واحد وسط قطيع من الزئاب تبرح فين؟ مؤمن غلابة حملان وسط الزئاب فإيه الرب يطامنه ولم تخافوش ما تخافش ليه؟ أنتوا خايفين على الأكل والشرب واللبس والكده ما تخافوش أعمال إيه؟ ده المقاصد الله تجاهكم بيتجهز لكم ملك تملكه أنتوا عطلين هم الأكل والشرب والحاجات زي بالضبط إبني يقول لي أنا الآن عشان نفسي تجيب لي باسكليت قل لي حبيبي ده أنا بعدت أجيب لك عربية من ألمانيا عربية مرسيدس ولا حاجة فاخوة أنا مخي فكري ليك عجلة إيه وباسكليتة إيه؟ فقال ربي وأنتوا عطلين هم إيه؟ ده أنا مجهز لكم ملكوت وأنتم موضوع العناية والمستمرة والحماية والحفظ لغاية ما تملكه مع المسيح طب يعالم لا مش يعالم ده أكيد لأن أنتم الذين بقوة الله محرسون ممكن أنا أضعف السك تضعف ولا ما تضعفش الرب حيقدر يقويك هو يقدر أن يمكنكم ويسبتكم طب والمراس لا يدع من هنا المراس محفوظ في السماوات الأكل لا يضمحل ولا فما تخافوش ما تخافوش ما قصد الله علي قوي تجاهكم فأنتم موضوع العناية المستمرة والحفظ لغاية ما تملكوا الملك بتاعكم موسيقى 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 موسيقى